بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستقنف معه بياللغة يكمنظر طبعا في الفقران شاء الله سنرى جو لابلاج جو لابلاج نقول مثلا بوزيك اطرحوا السؤال كوواتي كوواتي ماذا انت ترى جووى تيوى الوى نوووويو الوى كوواتي ماذا انت ترى كوواتي ماذا انت ترى أو ماذا انت ترين السيال يعني السماك الصلاي الشمس المقصد هناك يوجد هناك نقول مثلا دون جردان يعني في الحديقة هناك اظهار مثلا ثم عندنا كونتي يعني عدة وماذا مثل الكلمة يعني المحاسبة اكوا اكوا جوتيل اكوا جوتيل اذا ماذا هم يلعبون ماذا هم يلعبون طبعا هنا عندنا لغرب جوى عندنا لغرب جوى نقول جو جو تيجو الجو كما عندنا هنا السؤال نقول جوتيل اكوا جوتيل اذا ماذا هم يلعبون شم تيجو ثم عندنا كالكو شوز شيء اونما كالكو شوز سباسلابا اذا شيء اونما يحدث هناك مثلا اذا نتكلم عن كالكو شوز ثم عندنا نفسه طبعا هناك مثلا ت exhausted ثمة ثم يوج scientifically ان كانت ث腳 مثلا المترجم ه On a la première question, comme nous le voyons, point d'interrogation, la deuxième question, point d'interrogation, la troisième question, la quatrième question, la cinquième question, la sixième question, la septième question, etc. On a plusieurs questions. A propos de quoi? A propos de cette image. Comme exemple, si nous prenons la première question, qu'est-ce qu'on a? On a combien y a-t-il de maisons au bord de la mer? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va compter le nombre de maisons au bord de la mer. Pour savoir combien y a-t-il de maisons. Combien y a-t-il de maisons au bord de la mer? Comme il y a un manzil au bord de la mer? Il y a un an à l'ajanib, à l'abahar, au fichat et à l'abahar. Nous prenons l'image et nous comptons la maison. Et on prend la sourate et on choisit le menazil. Bien sûr, d'après les couleurs qu'on a ici, on a la première maison. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième. et la naveième. Et là, on a la deuxième, le tieni avec la première maison. C'est-à-dire que la deuxième, la deuxième, l'offre la deuxième, le troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la noveième. هناك منازل اخرى انا لم تأخذ الصورة لان الصورة اخذت فقط المنازل التي لدينا هنا اذا نعود هذه المنازل الموجودة فقط ربما هناك منازل توجد في الخلف هناك منزل توجد في خلف ميزان ستجد إلى دوسراك ما زالك في البطرين الموجودة في الشيخ؟ ما زالك في البطرين؟ ما زالك في البطرين؟ ما زالك في البطرين؟ sensitive يمكنك ان تتعاومة ندرس يمكنك فرصويا هناك في الحاكبة وفي الس merchandise في حلال وملاد هناك الأجرى في السن! وفتحينه الأجرى نعم انشت على نهاية الملاد مندر أن نهاية الملاد مندر أن نهاية الملاد هناك هناك شيء هناك نهاية إذن لن أكار بأيرا سنونا تصدر الثالثية سنونا ستتيلة ستيلة ستيلة إلا دروات أو أجاوش ستيلة 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 إلا دروات أو أجاوش إذن فوق هذه السورة أو على هذه السورة ستيلة نحن نقول نحن بأن ستيلة قلنا نحن نحن هل هي على اليمين وغوش او هل هي على اليسر طبعا نقول هنا هل هو ويكون عناش لان كلمة صلاي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية وفي اللغة العربية نقول هل هي على ست إماج الصلاي إنتي لأدرواها على جهة هل الشمسي موجودة لليمين أو على اليسر نحن 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 على الصلاي هنا الصلاي ، كما نشترى أنه لا نتوجه لأدرواه مي إل ستروف أغوش إذن الشمس توجد على الياسار ولا توجد على اليمين إذن طبعا سنقول ماذا؟ سر ست إماج لسولاي تيل أدرواتو أغوش ببعض سر ست إماج سر ست إماج لسولاي ستروف أغوش إذن لسولاي إتا غوش لسولاي ستروف أغوش الذي يتوجد على الياسار تṣف أغوش إذن فتقس مت حاجرا سأغوش إذن 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 دوافاتو أغوش إذن الع inertسار إذن القساء إذن إذن؟ هم يسبحون petit هل أنت تستطيع؟ طبعا نقول je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent إذن هم يستطيعون إذن عندنا هنا petit هل أنت تستطيع؟ أو هل أنت تستطيعين les comptes عدهم هل أنت تستطيع عد الأطفال الذين يسبحون في الماء نور نأسف наш وقت خ devotنا هذه شكرا للمشاهjo هل أنت تستطيعين هل أنت تستطيعين Поقريبا Et le troisième enfant est sur le point de se jeter dans l'eau Et le troisième enfant est sur le point de se plonger dans l'eau Nous prenons la question suivante, c'est la cinquième question À quoi jolie deux enfants que tu vois sur la plage à gauche ? أكو يجولون عن ظفان كتو تغيرت على الأسفل أكو يجولون عن ظفان مدأcription كتو تصبه على الأسفل لا تدن بسيطة أكو يجولون عن ظفان لا تدن جميلة أكو يجولون عن ظفان إذن ماذا يلعب الطفلان إذن من هنا أيضا تنعرفوا كه تي فو طبعا ما نقولوش الذي ترى الذي أنت ترى ولكن سنقول الذي أنت ترى سور البلاج على على الشاطئ أغوش على الأسر طبعا سنحدد ذلك من خلال الجملة من خلال بقية الجملة إذن أكوى جوا لدوزنفون كو تي فو سور البلاج أغوش إذن ماذا يلعب الطفلان ألا دان أنت ترى سور البلاج أغوش على على الشاطئ في اليسار في اليسار كممكن نقول مثلا أكوى جوا لأنفون ماذا يلعب الطفل ثم نقول كو تي فو بنفس الطريقة كو تي فو الذي أنت ترى ستصبح هنا الذي أنت ترى ماذا أننا نتكلم هنا عن طفل واحد أكوى جوا ومن ثم نقول لدوزنفون يلجم أنت ترى لدوزنفون في اليسار أكوى جوا لدوزنفون ماذا يلعب الطفل كو تي فو ألا دي أنت ترى لدوزنفون لادوزنفون كوى جوا ودينا نحر أسفل أكوى جوا سيديوه أفضل بيانسير أفضل يديوه أفضل سيديوه أفضل نحن لأسفل أفضل والمده كذلك نحن نأخذ الاسئلة أعتقد أنه سيئة كالي 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 إذن سيكون معروفة الجواب إذن ما هو لون رمال رمال الشاطئ طبعا هنا عندنا ما هو لون رمال الشاطئ هي كلمة مفردة إذا كالي العربية أتكلم عن رمال أتكلم عن كلمة جمع إ pit كن ما هي ع 197 ما هي العونة؟ على الأصرف لقد هي العونة الظب resposta السع enhancing على رریس على الطارق فوق الطارق UNBAM SUBRAMEN UNBAM SUBRAMEN AVAQUE UN B Till ATAti اذا على الطارق هناك سيدة تتنزه طبعا هنا ل Melissa AVAQUE watched this video مع كلب صغير مربوط ATACHI مربوط طبعا نتكلم هنا على ذعب أطاشي يعني في الربطة ولكن هنا نتكلم على الكلب الصغير أنه مربوط كالالاكولور دو صعوب إذن هذه السيدة الموجودة على الطريق والتي تتنزم على كلب مربوط كالالاكولور دو صعوب ما هو لون فستانيا ما هو لون فستانيا كالالاكولور دو صعوب الضجحون اشترك عما Bree ما هو لون فستانيا كالالاكولور دو صعوب La couleur de sa robe est jaune La couleur de sa robe est jaune إذن لأونا فستانيا أسفر Nous passons à la huitième question Trois garçons vont à vellon D'une autre façon, sur l'image il y a trois garçons qui vont à vellon Trois garçons vont à vellon C'est-à-dire que sur l'image il y a trois garçons qui vont à vellon L'un d'eux roule trop vite Il va tomber Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? Le premier le deuxième ou le troisième Alors, sur l'image il y a trois enfants trois garçons qui vont à vellon L'un d'eux roule trop vite roule trop vite Il va tomber Il va tomber Lequel est-ce ? Le premier le deuxième ou le troisième Donc, trois garçons vont à vellon Il y a trois garçons vont à vellon qui vont à vellon qui vont à vellon qui vont à vellon qui vont à vellon Et donc, un à e deux voyelles qui se rencontrent Alors, on supprim la première et on met une apostrophe Et donc, on va tomber Et donc, on va tomber et on va tomber et on va tomber l'apostrophe l'apostrophe L'an deux l'an deux l'an deux واحد l'an deux واحد l'an deux 8 Comes from à vellon تسير بسرعة كبيرة. طبعا نتكلم الضغب غولي. غولي تنقل على وحد العجلة. اذا نقول مثلا. لاغو غول. اذا العجلة تسير. انها تسير متضحرجة. طبعا ومنها ممكن اننا نقول مثلا. اذا نتكلم عن سيارة ان لها عجلات تسير بسرعة. ومنها ممكن اننا نقولها ايضا عن اي شخص يمتطي سيارة. يمتطي دراجة نارية او يمتطي دراجة عادية. اذا نقول كما عندنا هنا. نقصد هنا. اذا واحد من الاطفال الثلاثة. انه يصير بسرعة. انه يصير بسرعة كبيرة. اذا سيسقط. الكلس. 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 من يكون? من يكون هذا? الالتالي الذي كان يسقط? من يكون هذا الالتالي الذي كان يسقط? البرمي هل هو الوال؟ انه يكون هذا الالتالي. هل هو uh تاليت? نحن دوما راجعين يسقط من فرح يحبون للحياة. من يكون هلا قديم سيارة على الجهر. نحن 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 تحب الموت منطقال بالطبع لطبع كما نرى تحب المفترض يسرق تحدي 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 وحيث نحن نزل سيجب كيف تحدي يمكنك ترجمة الإنجاب هناك كنفو في الموجودة كنفو في إيجاب إذا نرسل إيجاباً ترجمة الإنجاب سورة الوحفين ترجمة الإنجاب كما يفعله؟ أودعون Et nous terminons avec la deuxième question Un autre garçon est assis sur le rocher Est-il à droite ou à gauche De celui qui va plonger Un autre garçon Est assis sur le rocher Est-il à droite ou à gauche De celui qui va plonger Et donc Un autre garçon Un autre garçon est assis C'est un garçon qui est assis On a dit un garçon Mais on a dit un garçon Mais on a dit un garçon Un garçon est assis Et donc un garçon est assis Sur le rocher Et il y a droite ou à gauche De celui qui va plonger Est-il à droite ou à gauche De celui-à gauche ou à gauche De celui-à gauche Que va plonger Le là-dedi Ce qui arrive Le là-dedi Ce qui arrive Il y a droite ou à gauche Le là-dedi ¿ enf harassé ? Et puis un garçon qui est assis Et un garçon Un autre garçon est assis sur le rocher الحقيقي أحسن الظرفي هناك للنسيق نسيق هذا الشخص يقضي ازام 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 يقضي دو سلوي كي با بلانجي إذن هذا الطيف الجاليس على السخرة هل هو على يامين أم على شمال الذي سيرتامي الذي سيرتامي في الماء إذن on va dire est-ce que cet enfant أو بيسو garçon est assي أدوات أو أغوش دو سلوي كي با بلانجي دو سلوي كي با بلانجي بيانسور إذن هو جاليس على اليمين ستا دير كي لتسي أدوات دو سلوي كي با بلانجي إذن هو جاليس على اليمين الذي سيرتامي الذي سيرتامي نستأنف في الفقرات القادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر